ألا ترى أن أي تقدم بمجال الطاقة أو غيرها بإضافة توسيع عمل للشركات الأمريكية في الطاقة في العراق قد تكون عرضة للاستهداف إن كانت من إيران أو إن كانت من الفصائل المقربة منها نعم رأينا كما تعلم بأن الولايات المتحدة استهدف منشأتها في إقليم كوردستان وهي منشأة للطاقة استهدفها الإيرانيون منذ بضعة أشهر فهم يستهدفون فعلا الاستثمارات والأصول الأمريكية التي تنتمي إلى القطاع الخاص في العراق هذه تمثل أهدافا لهم بالفعل الولايات المتحدة منذ أعوام وهي تتناول وتحاول أن تروج إلى وتدعم الاستقلال الطاقة للعراق العراق إحدى أكبر الدول فيما يتعلق بإحتياطات الطاقة في العالم ما من سبب للعراق لأن تكون معتمدة على إيران من أجل إمداد بالغاز إيران تغلقه وتفتحه وخاصة أثناء الصيف تبقى لمزاجها من أجل أن توضح أنها ذات نفوذ على العراق فإذا إيران ترغب من العراق أن تكون تابعا لها حتى أثناء فترة عملي في الحكومة عملنا من أجل أن نحاول أن تتمكن العراق من أن تلتقط الغاز وأن لا يكون هناك إهدار في الغاز الطبيعي لها للمشاءات المنتجة للطاقة وهذا أمر ينبغي أن يكون سهلا أنا أعتقد بأن العراق قد بدأت في أن تتقدم في هذا الاتجاه ولكن بالطبع إيران تحصل على المال من العراق هناك حسابات مالية قائمة يدفع لهم هذا المال وهذا يصب في تمويل هذه الشبكة الكبرى من الأذرع الإرهابية لإيران في المنطقة تعلم الولايات المتحدة لأعوام عديدة قدمت للعراق رفعا للعقوبات على الطاقة من أجل أن تتيحها للعراق حتى تقوم بذلك انتهاكا لهذه العقوبات لا أعتقد بأن بايدن يمكن أن يقوم ذلك ولكن ترامب إذا أعيد انتخابه فأعتقد بأن هذه التنازلات المتعلقة بالطاقة سوف تنتهي فإذن لقد آن الأوان للعراق لأن تصبح مستقلة من حيث الطاقة والولايات المتحدة وكثير من شركائها في الغرب بإمكانهم مساعدة العراق من أجل ذلك ولكن كما نوهت إلى ذلك وأنت محق فهذا أمر لا ترغب إيران في أن تراه يتحقق من أجل أن تسود على حلفائها لمنع ذلك من أن يتحقق ونعم بالطبع الولايات المتحدة تلعب دورها المهم لعب دورها يوم السبت في أن تدافع عن إسرائيل ضد 300 أو 400 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي قادم صوبها أعتقد بأن هذا لا يتجاوز الخط الأحمر بالنسبة لإيران أعتقد إذا أصبحت الولايات المتحدة معنية أكثر في عملية هجومية هنا يمكن أن نرى بأن إيران ستعاود استهدافها عبر أذرعها أو مباشرة القوات الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر